بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم في الله والله أسأل أن يجمعني بكم دائماً وأبداً في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً أما بعد فعود الحميد إلى برنامجكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمل أن يكون لقاؤنا مع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما نستخلص منه الدرس والفائدة والعبرة والعظة أحبتي في الله تعرفون أن أعمارنا قصيرة والواجبات كثيرة وما يضيع من أعمارنا في النوم وفي السعي من وراء الرزق وفي الإنشغال بالمباحات من رعاية زوجة وولد وكذا وكذا هذا لو سلم ما بقي من أعمارنا من المعاصي ومن الغفلات من أجل كل ما سبق كان على المسلم العاقل صاحب العمر القصير والتفريط الكثير أن يركز في الأعمال التي تزين في الميزان ينبغي عليك أن تعرف من أين تؤكل الكتف في طاعة الله فليست كل الأعمال على درجة واحدة في كل زمان وعلى كل حال فمثلا أجر العمرة عظيم لكن عمرة في رمضان كعمرة في أي شهر سوى رمضان لا عمرة رمضان أثقل في الميزان تعدل حجة مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر الصدق على الغريب بأجر لكن على القريب ثنتان صدق وصلة وعلى القريب المبغض لك أجرها أكبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني على قريبك الذي يبغضك ينبغي عليك أن تركز في الأعمال التي تثقل في الميزان التفرط كثير والزنوب كثيرة والغفلة كبيرة والأعمار قصيرة نحتاج أن نعوض حتى نفوز بالدرجات العلا في الجنة ثم إن المحب الصادق لربه وسيده ومولاه عليه أن يجتهد في فعل ما يحبه الله عز وجل ولذلك صنف العلماء كتب كثيرة في شأن أحب الأعمال إلى الله وفي شأن خير الأعمال هذا الموضوع لا تكفي فيه حلقة واحدة إنما هذه بداية إن شاء الله ما هي أحب الأعمال إلى الله ما هي خير الأعمال عند الله ما هي أثقل الأعمال في الميزان اسمع وليتك تكتب روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل انظر إلى حال الناس في رمضان انظر إلى جدهم إلى اشتهادهم قيم ليل صيام نهار ختمات للقرآن صدقات زكت فطر زكت مال ما شاء الله طيب انظر إليهم من بعد رمضان من أول ساعة من بعد رمضان تخرج المرأة التي كانت تصلي معنا القيام بالأمس في المسجد بحجابها تخرج سافرة كاسية عارية انظر للمساجد في أول يوم بعد رمضان فارغة تشكل عباد إلى رب العباد لا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل انظر إلى حال الناس في العمرة في الحج من شاء الله في الحج مسكين مصاحف وسبح واستغفار وبكاء في عرفة وتطرع لو فوت صلى وحدة في الحرم يحزن طيب بعد ما رجع الحج من الحج وبعد ما رجعت الحج من الحج هل هناك مداومة على الطاعة والله نرى مآسي في رجال ونساء حجوا كثيرا واعتمروا كثيرا وتركوا الصلاة أو ما زالوا يعملون في الحرام أو يأكلون حراما وإنا لله وإنا إليه راجعون يخونا ربنا بيقول في القرآن بئس لسم الفسوق بعد الإيمان أنت وإنت مكتهت في طاعة ربنا وصفك إيه؟ مؤمن طقي نقي صوام قوام ذكار تواب وبعدين تنقطع يبقى اسمك الفاسق المبتدع المفرط الغافل الضلالي بئس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اثنين من أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقته إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا الصلاة يا أخوانا عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين كي تعرف أهمية الصلاة اعلم أن كل أوامر الله نزل بها الملك من السماء إلى الأرض إلى النبي إلا الصلاة أخذ النبي بشحمه ولحمه إلى ما فوق السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة هذا لعلو قدرها ولعظيم شرفها لكي تعرف أهمية الصلاة اعلم أنها واجبة على الذكر والأنثى على الرجل والمرأة على الفقير والغني على الصحيح والمريض على المقيم وعلى المسافر على الحر وعلى العبد بخلاف كل أركان الإسلام سوى التوحيد يعني الزكاة مش واجبة على الفقير الحج مش واجبة على الفقير الجهاد مش واجبة على المرأة ولا الأعمى ولا الأعرج إنما الصلاة واجبة على الكل ولا تسقط الصلاة أبدا إلا عن المرأة إذا حاضت أو جاءها النفاس عقب الولادة أو على المرأة أو الرجل إذا فقد العقل فتارك الصلاة المعذور عند ربنا هو اللي فقد عقله مجنون يعني أو لم أغزة جاء له العذر نزل عليه دم الحيض فمن أي الصنفين يا أنت يا تارك الصلاة هداني الله وإياك حب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها سعيد بن المسيب هو بيموت بكته ابنته قال يا بني لا تبكي فإنني منذ عشرين سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ كذا وكذا سنة لم أرى أقفية الناس في الصلاة منهم صلاة لوقتها ما قاله عشرين سنة بيصال في الصف الأول يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام روية عن الشافعي أنه قال لا أنسى أبدا يدا امتدت تعزيني لما فاتتني تكبيرة الإحرام أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين حق الأبوين بعد حق ربنا مباشرة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أكبر ذنب بعد الكفر والشرك عقوق الوالدين أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها حق ربنا وبعدين حق بك ومك ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل ثالثا من أحب الأعمال إلى الله الخلق الحسن روى التبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا الله اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا وروى التلمذي وغيره والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا قال أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أنا زعيم بيت أنا ضملك بيت بربض الجنة على أطراف الجنة لمن عمل ماذا يا رسول الله لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا ثم قال وأنا زعيم بيت بوسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم بيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء كذا روى ابن ماجا والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا كذا صح عن النبي أنه قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ماتي من يا رسول الله؟ علماؤنا أكثرنا حجا وعمرا أكثرنا برا وجودا ونفقا أطولنا لحية أحفظنا للنصوص لا قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وعلمنا نبينا أن الله يرفع درجة العبد صاحب الخلق الحسن إلى أعلى درجات الجنة بحسن خلقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم مع أنه في الدنيا كان بيصال العشاء وراكعتين وراكعة وتروينام ما بيكمش الليل غير في رمضان بس بيصوم رمضان بس ممكن عشور وعرف معاه وفي الآخر يحشر مع الصوامين القوامين ويرقى إلى درجتهم بإيه؟ بحسن خلقه وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخلق قضية جنة ونار قالوا يا رسول الله إن فلان يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها كذا وكذا وكذا صوام قوام متصدقة كريمة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها في عقرب في بؤها عيازا بالله قال هي في النار قال وفلان يذكر أنها لا تكثر الصلاة ولا الصيام وتتصدق بشيء من الأقط يا دوب بتصلي الخمس فرائض وبعض السنن بتصوم رمضان وبعض الأيام الخفيفة كذا ولما تتصدق كل فين وفين بحتة حاجة زي الجبنة كذا ولكنها لا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة الأخلاق يا مسلمين قضية جنة ونار وروى التبراني وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سوء الخلقي ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل صح واحد يقول لك لله تقول له منت زي الشحطة هو يا أخي ده أنت لو علقوك فعربية تقرها لوحدك قد قنيل مالت البلد وبعدين تدلوا عشرين جنيه تهزأوا بألفين جنيه وتدلوا عشرين جنيه تحسب أنها صدق مقبولة قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كالذي ينفق ماله رئاء الناس أربعة من أحب الأعمال إلى الله الذكر روا بن حبان في صحيحه وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكابير وغيرهم وحسنه الألباني في الجامع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب بذكر الله يا رب اجعلني من هؤلاء والسامعين والمشاهدين الله يبقى روحك طلع معطرة بقول لا إله إلا الله أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب بذكر الله ذكر الله أسهل عبادة ذكر الله أثقى العبادة في الميزان ألم تقرأ قول النبي العدنان كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنت متعرفش أن غراس الجنة هو الذكر كلما 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 قلت سبحان الله غرس الملك لك شجرة الحمد لله وأخرى الله أكبر وثالثة لا إله إلا الله رابعة فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أرصد لك كنز من كنوز الجنة تفرح به يوم القيامة كل عبادة لها سقف تنتهي إلي إلا الذكر الصلاة المفروضة في اليوم والليلة خمسة الصيام مفروض شهر في السنة الحج مرة في العمر الزكاة كل سنة كل حاجة لها سقف إلا الذكر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله كام يا رب كم مرة قال ذكرا كثيرا على قد ما تقدروا وسبحوه بكرة وأصيلة الذكر يدخل في كل عبادة كل عبادة فيها ذكر الصلاة يدعو إليها الداعي بذكر الله أكبر الله أكبر مع ذكر تدخل الصلاة بذكر الله أكبر تقرأ فيها الذكر القرآن في ذلك الركوع ذكر في الرفع منه ذكر في السجود ذكر في القعود ذكر هكذا بعدها ذكر الحج كله ذكر من أوله لبيك اللهم لبيك كل عبادة يدخل فيها الذكر الذكر عبادة كل الكائنات كل ما في الكون ذكر الله وعبد الله وسجد لله إلا الأغبياء من بعض بني آدم ومن بعض الجن ده ربنا يقول ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته رعد بيسبح الجبال بتسبح الحص يسبح الحجر يسبح الشجر يسبح الطير يسبح كل شيء قال ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قال ربنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض مرة قال سبح مرة قال يسبح لتعلم أن الكون كله على هذا الحال منذ الأزل وهو مستمر على ذكر سيده ومولاه قال رسول الله سبق المفردون سبقوا دول خلاص قيل وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم اسمع الحديث المدهش ده وعمل به عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله بقى ذكر يسوي كل الأعمال دي هذا رواه الترميزي وابن ماجا والحاكم وصححه العلام النووي في الأذكار والألباني في صحيح الجامع خمسة من أحب الأعمال إلى الله نفع الناس إدخال السرور على الناس قضاء حوائج الناس تفريج كروبات الناس روى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني في الكبير وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا تصور لما تخلص مصلح الأرمالة يتيم جارك الفئير ولا الغني حتى تقدل مصلحة مصلحة حلال ده ثوبها أعظم من اعتكافك في مسجد الرسول لمدة شهر كامل أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم سبعة أو ستة من أحب الأعمال إلى الله قيام الليل والثبات عند الجهاد حديث حديث حلو أوي هل هناك أشرف لي من أن أنقل فقط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله اللهم اجعلنا منهم ثلاثة يحبهم الله ويضحق إليهم ويستبشر بهم من هم أفلحوا وسعدوا يا رسول الله الأول الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفي عسكري بيقاتل العدو الكتيبة بتاعته انكشفت ولت هاربة وثبت هو إلى أن نصر أو رزق الشهادة الصنف الثاني قال النبي تعقيبا على الصنف الأول يقول الله انظروا إلى عبدي كيف صبر لي بنفسه النبي محمد عمل كده في غزوة حنين لما كمن الكفار في الشعاب وأمطروا وابلا من السهام والحراب على المسلمين وقد اغطر بعضهم في هذه الغزوة بالعدد قالوا لن نغلب عن قلة ففروا وثبت رسول الله رمى في وجوه الكفار بالحصى ووقف معه ما يجوش عشر اتنشر راجل بس وصرخ بأعلى صوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب يا عباس نادي على أصحاب الشجرة أصحاب باية الرضوان يعني لعباس عم النبي صوته جهوري فصرخ يا أصحاب الشجرة فجاءوا قال نادي على أصحاب البقرة حفظت القرآن العلماء العاملون به فنادى يا أصحاب البقرة فاجتمع الجيش شيئا فشيئا وتحولت الهزيمة إلى انتصار بثبات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفعلها سعد بن الربيع في أحد لما انكشف جيش المسلمين حفر سعد لنفسه حفرة في الرمال ودفن فيها جسمه إلى نصف جسده وعلى ظهره الجعبة ومعه السيف والحرب قال بعضهم ماذا تفعل لقد مات رسول الله قال ويحك مت على ما مات عليه رسول الله ثم أشار على المسلمين الفارين وقال اللهم إني أستغفرك مما فعل هؤلاء وأشار على الكفار الظالمين وقال وأعوذ بك مما فعل هؤلاء وقاتل وقتل ولم يعرفه أحد بعد المعركة إلا أخته جسمه في أكثر من تمانين ضربة بسيف وطعن برمح ورمي بنبل وش تشوأ لم يعرفه إلا أخته بعلامة في بنانه في إصبعه وفيه وفي أمثاله نزل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فعلها إكرمة بن أبي جهل في معركة اليرموك فتحولت الهزيمة إلى انتصار ورزق الشهادة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه يقول الله يعني للملائكة انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه صنف الثاني من يا رسول الله؟ قال ورجل له امرأة حسنة وله فراش لين زوجة جميلة منتظرة عملا له جو في البيت أحلى أكل أحلى لبس أحلى كلام والفراش لين كده وجميل فيقوم من الليل فيقول الله يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد نبي محمد عمل كده تقول عائشة لما قال لها أحدهم حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله فبكت وقالت كان أمره كله عجب دخل إلى فراشي ليلة ومس جلده جلدي ثم قال ذريني أتعبد لربي يا عائشة قالت والله إني أحب قربك وأحب لك ما يصرك قالت فقام فتوضى وصل وأطال وبكى حتى بلل لحيته وسجد وبكى حتى بلل الأرض من دمعه إلى أن جاءه بلال يستأذنه لصلاة الفجر قال وتبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عابدا شكورا لقد أنزل الله علي في هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها وقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نبي محمد عملها صلاة بن الأشيم ومعاذة العدوية صلاة دعابد ومعاذة من العابدات اتجوزوا طاني يوم ابن أخي الصلة ابن أخو بيقول له يا عما أخبرني كيف كانت ليلتك مش بيسأل عن التفاصيل لأنهم عندهم أدب نبي يقول له يعني كات ليلة طيبة الحمد لله الأمور مشيت قال ليلتي كلها كانت في صلاة لم أقرب العروس قال ولم يعمى قال أنت السبب أدخلتني بيتاً ساخناً وده الحمام ماي حمام بقار بحم العريس ثم أدخلتني بيتاً مطيباً بارداً حدتوا بقار الريحة ويسرحوا الشعر ويعملوا مش عارف إيه ويجهزوا فلما دخلت وخلوت بها كنت أركع بها ركعتين طبعاً معظم الناس ما صلوش ركعتين ليلتي الدخلة أو اللي صلى صلى كله والله أحد ركعة الله الصمت ادتني وخلص فقال له فدخلت وركعت ركعتين وأخذت أقرأ فجعل خاطري يجول بين البيت الساخن الذي ذكرني بالنار وبين البيت البارد المطيب الذي ذكرني بالجنة وما زال خاطري يجول في الجنة والنار حتى أذن لصلاة الفجر ونحن في الصلاة ورجل لهم رأى حسنة وفراش لي حسن فيقوم من الليل فيقول الله للملائكة يضر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد الصنف الثالث الذي يحبه الله ويضحك له ويستبشر به والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وصراء مسافر وفي السفر في قصر في الصلاة لكن في سنن لا تسقط في الصفر كيام الليل الوطر الضحى ركعتين الفجر النبي ما تركها أبدا لا في صفر ولا في حضر عمره ما ساب كيام الليل حتى في الصفر كان يصلي على ظهر الدابة كيام الليل النبي عملها محمد صلى الله عليه وسلم عملها عباد بن بشر عباد وعمار بن ياسر راجعين مع النبي مع الجيش فقال النبي من يصهر يكلأ لنا الليل قال عباد أنا وقال عمار أنا جيش نام فقال عباد لعمار نام أنت في أول الليل وأنا أكفيك آخرة عمار نام سيدك عباد رايح جاي رايح جاي لأجو تمام الدنيا أمان ألاقد ركعتين كده فركع ركعتين فرصده كافر فرماه بسهم فنزل في صدره فنزع ووضع يده على الجرح فرماه بثاني فنزع وكتم الجرح الثاني فرماه بثالث فنزع وكتم الجرح الثالث وتجوز في الصلاة خفف وسلم وقال قم يا عمار أدرك الناس فلما رآه الكافر ولا قال عمار لماذا لم توقزني عندما رميت بالسهم الأول قال كنت أقرأ صورة من كتاب الله وكرهت أم أقطعها كان بيقرأ صورة الكاف أهو ده ورجل كان في سفر معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر يعني يصلي في ضراء وفي سراء سبعة ممن من الأعمال التي يحبها الله الاجتهاد في العشر الأول من ذي الحجة اللهم بلغنا ذي الحجة ونحن في مكة يا رب روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله الاجتهاد في الأيام دي في الصلاة في الذكر في الصيام في كذا وكذا ثوابها أعظم من ثواب الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ليه بقى؟ لأنها أيام عظيمة أقسم الله بها في قرآنه مجتمعة ومنفردة قال والفجر وليال عشر وقال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وهي أيام معلومات ومعدودات أمر الله عز وجل أن نكثر فيها من ذكره سبحانه وتعالى وذلك لاجتماع أمهات الطاعة فيها الحج بما فيه من طواف وسعد إن الصيمة اللي ما متحقش يعني الصلاة العبادات المالية المنفوقة في الحج تكتمع فيها أمهات الطاعة ثامنا من أحب الأشياء إلى الله الدين الإسلام اسمع الحديث الرائع ده وبه أختم روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب والطبراني في الكبير وحسنه الألباني في الصحيحة عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة أحب الأديان إلى الله يا مسلم الله اصطفاك لأحب الأديان واصطفا أحب الأديان لك أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة قال ربنا إن الدين عند الله الإسلام قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين الإسلام دين كل الرسل قال ربنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين قال ربنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاقه إله واحدا ونحن له مسلمون كل الرسل على الإسلام يوسف عليه السلام كما جاء في أواخر يوسف بعدما تمت النعمة ماذا قال قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فالحمد لله الذي اصطفان للإسلام إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله الذي اصطفان للإسلام واصطفى الإسلام لنا جعلنا على ملة إبراهيم الحنيفية السمحة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه كان دين الإسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين من أحب الأعمال إلى الله إصلاح ذات البين دي عبادة مهجورة الإصلاح بين الناس وكلما كان المتخاصمان أقرب كلما كان الأجر في الإصلاح بينهما أكبر فليس الصلح بين والد وولده كالصلح بين صاحب وصاحبه وليس الصلح بين زوج وزوجه كالصلح بين جار وجاره قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال والصلح خير وهنا قال النبي والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وصحاح الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي الدرداء قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قل لنا قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول حالقة الشعري ولكن أقول حالقة الدين عبادة عظيمة جدا ثوابها أعظم من قيام الليل من صيام النوافل ثوابها أعظم من الصدقة قال رسول الله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل كذلك من أحب الأعمال إلى الله الدعاء قال رسول الله أفضل العبادة الدعاء قال استنى يا عم الشيخ إحنا حفظناها من سيدنا في الكتاب الدعاء مخ العبادة هذا لا يصح عن رسول الله وما لقص صحيح روى الحاكم في المستدرك وابن عدي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما شوف أنا واجع قلبك عمال لك رواء الترمزي واجع قلبي وقال لك رواء الترمزي رواء ابن عدي رواء مش عارف مين في الدور المنثور رواء البخاري في إيه عشان تاخد المعلومة موثوقة وتنقلها بكامل اطمئنان وحق لك أن تراجع من خلفي رواء الحاكم في المستدرك وابن عدي وصحه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء الله هو الدعاء عبادة طبعا مش ربنا قال وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال كذلك في قرآنه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني قال الصحابة يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه إذا نبيعد يدعو يسرخ في الدعاء أم قريب فنناديه فرد الله عليهم بهذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نعم ادعو وأن ترابح على كل حال الدعاء محض عبادة كل ما تقول يا رب العدات شغال الملك يكتب الدعاء عبادة ادعو بخير وأن ترابح على كل حال إما أن يستجاب لدعائك حالا أو بعد حين فليست الاستجابة معناها فقط تحقق الدعاء فورا وإلا فموسى دعا على فرعون وأمن هارون وقال لهم ربنا قد استجيب لدعوتكما ومع ذلك تحقق الدعاء بعد ثمان سنين إما أن يستجاب لك حالا أو بعد حين وإما أن يرفع ربنا بالدعاء بلاء أنت بتدعو عايز إيه؟ عايز أن أبقى مدير عام وعبقى مربوط على الدرجة العشرة والناس درجات طب هتبقى مدير معها سرطان لا مش عايزة فيرفع ربنا بالدعاء بلاء والنبي قال إن الدعاء والبلاء ليلتقيان ويعتلجان يعني يتصارعان أو يدخل ربنا لك الدعاء في الآخرة حسنات فبينما أنت قلبك قد بلغ الحنجرة من الخوف تقف أمام الميزان والشمس فوق الرؤوس وسموم النار يحرق الناس وتكاد مفاصلك أن تزول وأنت مستني حسنة إذ بالملك يفرغ في كفة حسناتك ملايين الحسنات ما هذا يا رب يقول لك دعاءك الذي دعوتني فيه بخير في الدنيا ادخرته لك حسنات في الآخرة عندها وجدت لو لم يقبل لك دعاء في الدنيا ذلك لأن الدنيا إلى فناء والآخرة هي خير وأبقى أسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم وجدنا وأن يمن علينا بأحسن الأعمال وبأثقل الأعمال وأن يتقبلها منا والحديث له بقية في حلقة كاملة أخرى إن شاء الله بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر